تحية لكم زملائي شافكي وخالد وإلانا وكل متابعين من خلال برنامجنا العربي بيت للكل حقيقة اليوم موضوع الحلقة موضوع جدا مهم وهي الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لبلدان العربية وخاصة بعد التغيرات التي حصلت بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى مصر التي تحدثتم حقيقة عن نقاط مهمة بعد ثورة 30 يونيو والمتغيرات التي حصلت وطرأت على الوضع الاقتصادي للبلد والطموح والتطلعات إلى المستقبل حقيقة سنأخذ اليوم من خلال برنامج بيت للكل ومحور العراق سوف يكون مختلف تماما عن ما طرح في الحلقة اليوم ضيفنا هو الباحث الفلكي الزميل علي البكري الذي سيتحدث بتفاصيل دقيقة عن المتغيرات والمجريات والأحداث والتطلعات إلى المستقبل بالأرقام والقراءات الخاصة للأستاذ علي البكري دعونا نرحب به في برنامجنا العربي بيت للكل نقول لك مساء الخير أستاذ علي ومنورنا في هذه الحلقة مساء النور أهلا ساذ أحمد وشكرا جزيلا وكيد تحياتي إلى كادر البرنامج بيت للكل ويضا للزملاء في الستوديو وكل التوفيق لهم نورنا شكرا جزيلا دائما علي البكر عندما يظهر من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال الإذاعات نستمع إلى الأبراج الحظ وكل ما يتعلق دائما الناس تبحث عن الحب والمال وغيرها اليوم حلقتنا حلقة اقتصادية لبرنامج بيت للكل ونحن نعرف لديك قراءات خاصة بهذه الاتجاهات خلي نبدي كثير من النقاط حتى نأخذها على عجالة وأيضا تفصيلات مهمة بالبداية نقول ما هو المشهد الاقتصادي بعد المتغيرات التي حدثت من جائحة كورونا بعد ثورة 30 يونيو والمتغيرات التي حصلت في العراق الأردن فلسطين خلي نبدي من مصر نشوف نحن سبق وانذكرنا قبل الجائحة قلنا العالم مقبل على تغيرات قسرية أجبارية لأنه كما تعودنا عندما تأتي ظاهرة النساق كل 20 سنة هذا إذان أن العالم عليك أن تستعد لتغيرات قادمة هذه التغيرات يفرضها الواقع يفرضها العلم يفرضها الشعوب يفرضها السياسة أو إدارة ربما السياسات مصر بكل أحوال تخرج تدريجيا إلى واقع أفضل وان شاء الله كلما تقدم الوقت سنجد أن مصر ستكون بحال أفضل كانت في وضع حقيقة مربك صعوب تحديات منافسة كبيرة لكن أستطيع القول أنه بعد يعني شهر يعني أغسطس القادم أنه هناك تغيرات وهناك أيضا ربما خطط والسياسات جديدة وأيضا ربما يكون للعالم اهتمام بمصر أكبر هذه يعني قراءة بشكل عام هناك تحصن في الاقتصاد هناك دمج أنا ذكرت نحن مقبلين على عالم اندماج وليس عالم تفقه بالنسبة لكل البلدان نعرف اليوم قضية العملة نعم كان على صعيد مصر العراق الأردن فلسطين هناك ارتفاع بسعر الدولار وبمقابل العملة المحلية التابعة للبلدان نعم كيف هي الرؤية للمستقبل بالنسبة للعملة ذكرت أيضا أنه نحن بصدد انتظار إلى عملة جديدة أو عملة تضاف إلى العملات العالمية قد تكون هذه العملة عملة عربية مثلا تنتج عبر دول الخليج مع مصر مع الأردن مع بعض الدول العربية إذا رغبت ممكن تكون أيضا مع دول أسيوية ربما نحن بالأشهر الستة القادمة أو الخمسة القادمة يعني نشهد ربما ولادة عملة جديدة في العالم العالم يتغير بشكل سريع جدا يعني أحمد نحن يمكن الأشهر الثلاثة القادمة ستبرز بها متغيرات صعوب يعني التكهم بها حاليا لأصحاب السياسة والاقتصاد الآن دور السياسة كما ذكرت قبل سنتين ضعف الآن نحن في أطور الاقتصاد الاقتصاد هو الذي سيفرض قوانينه هو الذي سيفرض واقعه لكن نحن مطالبين كشعوب بكثير من الارتقاء بكثير من الجودة في أعمالنا في اختياراتنا في تفصيلات حياتنا هذا لا يتوقف ولا الموجة ستعبرنا لأنه الوضع القادم مرتبط بتكنولوجيا الرقمية تحديدا ومرتبط بعالم يندمج هناك من سبقنا كثيرا في هذا الموضوع بالتالي لازم الشباب ينهض الآن يفكر لا تبقى الاختصاصات الدراسية ما رح تبقى كما هي فإذن العملة وربما قريبا ربما بالنسبة لمصر هناك فسحة من الأمل تحركات إيجابية هناك كثير من العوامل الاقتصادية جيدة بالنسبة لمصر وأيضا التحركات السياسية اليوم بالتقاء مع البلدان العربية كان على سعيد العراق والأردن فلسطين هناك تحركات بالنسبة وحتى على سعيد المملكة العربية السعودية هناك حراك سياسي واقتصادي مهم بالنسبة للبلدان المشهد بالنسبة للأردن يكون جيد جيد الأردن جيد الأردن من الفائزين بالمرحلة القادمة أعتقد الأردن مقبل على تغييرات وأعتقد شراكة مع العراق قريبا في هذا المضمار المنطقة بشكل عام مقبل على تحولات مهمة جدا المنطقة هي البديل للعالم البديل للاقتصاد العالمي الجديد لكن هذا أيضا يحتاج إلى مزيد من أن ترتقي مؤسساتنا بشكل أكثر جودة بالنسبة لفلسطين نتحدث عن فلسطين نعرف القضية الفلسطينية والاضطرابات الحاصلة بسبب الاحتلال الإسرائيلي لكن نعرف أن هناك طاقات مهمة في فلسطين داخل وخارج البلد هل ممكن أن تكون هذه مؤشرات إيجابية بالنسبة لفلسطين أن تنعش الاقتصاد أن يتغير الحال القضية الفلسطينية أعتقد خلال سنة 2023 لا ستكون على السطح لأنه التحولات المرتقبة بالنسبة للفلسطينيين وتحديداً الشعب الفلسطيني طبعاً بالنتيجة هو يعني رح يبدأ يعني يأخذ مساحات جيدة خلال الأربع سنة 2024 وأعتقد هناك تحول يصيب لصالح الشعب الفلسطيني وأعتقد أيضاً دولياً هناك تغيير سياسي في منظومة مجلس الأمن في المتحدة هذا رح يوسع من دارة الاهتمام في القضية الفلسطينية وأعتقد أنه ربما أيضاً هناك في المنطقة من الصعب أنه يعني أنتزر التوترات بل على أكس ربما رح نواجه أنه ربما هناك نوع من التسويات لكن بالنتيجة كلما تقدمنا إلى سنة 2024 ستكون أفضل بالنسبة للشعب الفلسطيني بالنسبة اليوم للعراق الحراك الاقتصادي بالنسبة لمرحلة جديدة للعراق اقتصادياً بناء بناء تحتية الحراك الاقتصادي كيف يكون المشهد من خلال قراءاتك الخاصة بالنسبة للعراق العراق يعني العراق والسوريا حتى يعني ما نقدم ونجتزئ الموضوع العراق والسوريا هي قطعة الشطرنج الأهمة وربما في المنطقة بالتالي أعتقد العراق مقبل على ثورة أنا خلأ سميها ثورة أو سميتها قبل فترة فقالوا لي أنك متفائل جداً أكيد العراق مقبل على تغييرات هائلة كبيرة جداً وهذه التغييرات ستكون مؤشر واضح للمنطقة ويعني أيضاً سنشهد في العراق دخول ربما كبريات الشركات العالمية وأيضاً سينشغل ربما في المشاريع وفي البنى التحتية وهناك راح تؤسس مدن جديدة العراق المرحلة القادمة يعني واعدة جداً 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 وبالتالي هذا طبعاً أيضاً الأمر ليس بهذه البساطة يعني ربما نحتاج إلى أولاً أنه تغيير في بعض القوانين وقوانين الاستثمار طبعاً على ما أعتقد أنه الأيام القادمة ستثبت هذا الكلام وأنه راح نبدأ نغير في القوانين اللي تخص الاستثمار واللي يتوفر أيضاً ريطاء آمن جداً للشركات القادمة وأيضاً على ما أعتقد أنه أيضاً ربما سنشهد عملية أمنية مهمة جداً لإستثباب الأمن داخلياً وبالتالي الأمور تسير باتجاه مميز جداً كلما يعني جاوزنا شهر ربما أو أيلول إن شاء الله بالنسبة اليوم أيضاً لسوق العمل سوق العمل يتغير من سنة إلى أخرى بسبب تطلعات الشباب شنو تخرج جامعاتنا بالنسبة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل لينعش الاقتصاد في كل بلداننا العربية بلد يمكن ما يختلف عن بلد الآخر متقاربة وجهات النظر بالنسبة للاقتصاديين الأزمات التي تمر بالبلدان كانت على صعيد العراق مصر الأردن فلسطين هي واحدة ومتشابهة في بعض الأحيان رغم الاختلاف قليلاً بالنسبة لفلسطين ممكن مصر السعودية هذه البلدان القريبة كيف ننظر إلى سوق العمل وما هي احتياجاته بالمستقبل أحمد أنا ذكرت قبل فترة طويلة وأيضاً برامجي أنا نوه دائماً أحيثي الشباب شبابنا عليكم أن تتوجهون إلى التكنولوجيا أن الشبابنا بس المجامع الطبية يفكثون عنها لا خلاص الطب ربما سيكون حالة عادية جداً طبيعية جداً الآن التوجه الحقيقي يعني اللي أنا أتمنى أن يتوجه له يعني أبنائنا شبابنا أولادنا النظر باتجاه البرمجيات العالم مقبل على العالم اندماج العالم سيصبح قطعة واحدة يعني الاقتصاد اللي قد يكون في العراق يؤثر على أمريكا اللاتينية ويؤثر على أستراليا فالشباب أعلى يتوجهون إلى تعلم اللغة إلى إضافة لغات جديدة لأنهم يتعلمون أيضاً برمجيات تطوير كفاءاتهم الآن احنا كل شاب عنده يعني أصبحت أنه التعلم أصبح ممكن ومتاح عبر هذه التكنولوجيا العظيمة اللي موجودة واللي الآن احنا دعنا نستثمر ودعنا نستفيد منها فأنصح الجميع يعني الآن حتى اللي مثلاً عنده شهادة ربما يعني شهادة في مجال إداري يعني أيضاً يطور قدراته لا يكتفي بهذه الشهادة اللي ممكن تكون ربما هي فقط شهادة التخرج لا المطلوب الآن العمل والجودة في العمل لأنه أنت عندما تتنافس مع شركات عالمية ستجد الفرق كبير بينك وبينهم يعني أكيد فهذا اللي أنا أقوله دائماً للشباب عليهم المزيد المزيد من التأب الجد والمثابرة والاجتهاد كي يستطيعون أن يجدون لهم فرصة لأنه الشركات اللي راح تجي ما راح تأخذ من بلدك فقط راح تجيب معها الخبراء المهندسين وبالتالي راح تعتمد على النخبة الواعية واللي شو نقول ميشتغل على نفسها بشكل صحيح إذن هذا في المستقبل تطلعات الشباب نبتعد عن القراءات السابقة بأن يجب أن يذهب إلى المجموعة الطبية ويبحث عن فرصة عمل حقيقية اليوم الفرصة التكنولوجية هي المتاحة النظام الاقتصادي العربي يحتاج إلى النظام الاقتصادي الجديد فيه أضافات كثيرة وأكيد ستختفي مهن ربما مع عادة صالحة لهذا الوضع وهذا الوقت سيد علي من خلال حلقة وبرنامجنا العربي بيت للكل الريد تطينا شيء أما أن نتفائل أو أما أن يكون الهاجس خطير بالنسبة لمستقبل البلدان العربية ما هو الشيء وما هي الخفايا القادمة لمستقبل العراق صدقني أنه المفوضة أنا على المحك نتحدث بشكل هذا أنا على المحك راح أولامي أن أنت راح يصفوني أنه أنا تحدثت بطريقة ليس صحيحة ثق العالم قادم باتجاهنا العالم قادم باتجاهنا لكن يجب أن نرتقي نرتقي على صعيد الأفراد وعلى صعيد المؤسسات العالم بحاجة إلى مزيد من الطاقة البعض ربما طبعنا خليني شوية أنه تحدثت بشكل يعني أكثر وضوح البعض يقول لك مستقبل النفط لن يتم الاستغناء على النفط لن يتم الاستغناء على النفط هذا طبعا أنا أجزم نهائيا سيبقى النفط هو الطاقة اللي دائما فبالتالي إحنا طالما هذه المنطقة تتمتع بهذه القدرة الهائلة هذا واحد اثنين إحنا منطقة وسط جغرافيا إحنا نربط الشرق الغرب فبالتالي هذه نقطة وشي مهم إحنا عدنا مشكلة هي مشكلة أنه مؤسساتنا ومشكلتنا هي مشكلة أنه أفرادنا بحاجة دائما إلى أن يوجهون وللأسف الشديد يعني نلاحظ أنه أحيانا شباب يترك بلده ويروح يهاجر إلى دول أجنبية في الدول الأجنبية يبقى عايش على الإعانة طيب يا أخي ما أنت تشتغل الطور نفسك وتعمل هذا بلدك وهذه منطقتك والحياة قادمة باتجاهك وأيضا الشعوب المنطقي يعني كافحت وهذه المنطقة صالة ستة الاف أو سبعة تلاف سنة موجودة وبالتالي على الشباب يعني أنا أريد التفاؤل الحقيقي مو التفاؤل مو الأمنيات الأمنية شيء وأن تتفائل وأن تبني بالتفاؤل يعني أنت تتفائل وتعمل تتفائل وترتقي تتفائل وتنتظر النتائج قريبا بشكل أما أن تتمنى وأن تجلس في بيتك وأنه يعني أن تقضي الوقت كله في ومعنا إلى المطالب بالتمنى تعمل تبحث يجب أن تكون أنت منافس وأن يحسب لك الحساب هذه النقطة الأساسية ولا يعني أكيد سيكون البديل غيرك برأيك بين العربي بصورة عامة هل هو يشعر بنفسه منافس للبلدان الأوروبية في بعض الأحيان أو هناك يرى الفرق شاسع بينه وبين البلدان الأوروبية الله أحمد تشوف خلقه أكثر دقة يعني قد يزعل بعض علي لكن هذه حقيقة الشعب العربي شعب كسول كسول الشعب العربي مفرد الشعب يعني ذو نزعة فردية لا يحب العمل الجماعي عندما تضع في مجموعة تبدأ المنافسة تبدأ التحديات وهذه مشكلتنا في الخارج الولاء للجماعة هناك كنا متميزين لكن ضعنا المتميزين في بودقة واحدة وخلينا نعمل بذلك لحظة المنافسة يضيع العمل على حساب أنه أكون أنا الأفضل هذه مشكلتنا لازم ننتبه لازم من نتحدث بالإعلام لازم نتحدث بوضوح تام عليك أن تعرف عيوبك مساوأك نقاط قوتك أهميتك حتى تستطيع أن تكون ند أو منافس العالم بحاجة إليك طيب أنت ستقدم نفسك هذه نقطة أساسية الباحث الفلكي الأستاذ علي البكري شكرا لكل هذه المعلومات القيمة اليوم التي بحثنا في جنبة أخرى هي ليست العاطفة والحوب وما يخفي الطالع في المستقبل نظرنا إلى نظرة اقتصادية مهمة بالنسبة لعراق والبلدان العربية من خلال برنامجنا العربي بيت للكل سعداء كنا بوجودة شكرا وأنا سعد أكيد متواجد معكم شكرا لحسن علي إذن زملائي في برنامجنا العربي بيت للكل علينا أن نعمل نجتهد نبحث أن لا نبقى متوقفين في منطقة معينة حتى نتقدم إلى المستقبل ويكون مثل ما ذكر أستاذنا علي البكري بأن هناك طالع ومستقبل جيد بالنسبة لبلدان العربية والتحركات القادمة بالنسبة لبلداننا إيجابية جدا لكن يجب علينا أن نعمل هذه عودة مجددة لكم زملائي بالصوت والصوت